اشتركوا في القناة 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 السؤال الثاني عنا السؤال التالت مسألي تم التهجين بين سلالتين صافيتين من نبات الزيني الأولى أزهارها حمراء شخطة شايفين هاي حمراء بي إذن حطيت الخط معناته هذا رح يذكرني بهيش بالرجحان غير التعم بي بي صغيري يعني متنحي والثاني أزهارها بيضاء أصغيري منتظمي بي كبيري فكانت نباتات الجيل الأول أزهارها وردية منتظمة والمطلوب ما نمط لهجونه لكل منها الصفتين لكل منها الصفتين لاحظ هون أنه طلعت عنا نبات الجيل الأول أزهارها وردية معناة اللون أشو اللون كانت حمراء وبيضاء صارت أشو وردية معناة هذا أشو لصفة اللون رجحان غير تعم ممتاز أما الثاني كانت الأولى أمبوبي والثاني منتظمي عغام عطاني أشو منتظمي يعني صفت أحد الأبوين أشو الرجحان رجحان تعم نمط لهجوني بقول رجحان تعم لصفة شكل الأزهار الشكل منتظمي رجحت على أشو الأنبوبي وبالنسبة ل لون الأزهار رجحان غير تعم طيب الطلب الثاني اللي هو يقول النمط الوراسي للأبوين نمط الوراسي للأبوين رح يكون أشو أكبيري شخطة أكبيري شخطة مع البي صغيري بي صغيري وهون بي كبيري بي كبيري أصغيري أصغيري بعكس بعضا هذا النمط الوراسي الأولى أزهارة قلنا شو حمراء ومبوبية الشكل هون أزهارة بيضاء ومنتظمي الأعراس بي كبيري من هاي مع الـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ والبيك بيري بي صغيري اعطاني لون اشو اعطاني شكل منتظم منتظم شكل منتظم تمام طيب الطلب الثالث عبيقول هجونة حمراء انبوبية مع وردية منتظمة الوردية المنتظمة يعني هاي من الجيل الاول مهيك من الجيل الاول اخذنا الحمراء الانبوبي اخذنا حمراء انبوبية احد افراد الجيل الاول مع فرد ازهر وحمراء انبوبي هيك على اقلي طيب الحمراء الانبوبي ايش لازم تكون اكبيري اكبيري شخطة مع البي صغيري تمام الوردية من الجيل الاول هي اكبيري اصغيري تمام بي كبيري بي صغيري طيب مين بدي يقلي هلق ابراهيم العلوان قلي الاعراس يلا شوفك قبل ما اظهرنا على الشاشة يلا الاعراس اه ربع بربع ربع اه 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 ا زيري بي كبيري اه زاد ربع بي اه اه ا از وبي كبيري زاد ربع اه اكبيري فاتحة بي كبيري ضرب واحدة لواحد A فتحة بزغير نعم تماما احسن اذا هوني راح يطلع عندي اربع انماط الاربع انماط ضربت مع النماط هاد بيطلع عندي معناته اربع انماط وراسي كمان الاربع انماط وراسي لاحظ A كبيري مع الA صغيري من هاد الاول يعني هاد الاول باخده مع الاول بعدين مع التاني بعدين مع التالت بعدين مع الرابع هيك طلع عندي A كبيري A صغيري B صغيري B صغيري وهون أكبيري أكبيري بي صغيري بي صغيري والأخيرة أكبيري أكبيري بي كبيري بي صغيري يجي على الأنماط الوراثي وجود الأكبيري يعني حمراء وجود البي صغيري البي كبيري يعني منتظمي طبعا هون أكبيري أكبيري هون أكبيري أكبيري كمان حمراء بي صغيري أمبوبي وجود المتخالف اللواغح أكبيري أصغيري أعطاني لون وردي البي كبيري عطت منتظم لأنا ساعدي هون اا كبيري اا صغيري عطت وردي والبي صغيري بي صغيري عطت اشو امبوبية عطت امبوبية هاي طبعا الانماط الوراسية والانماط الظاهري للتهجين اللي انطلق في عنا اه مسألة اه ما رح نكمل لانه رح يبدأ درس جديد او رح نشوفها طيب طيب المسألة على الشكل التالي بشكل سريع تزوج رجل سليم مجعد الشعر صافي مع امرأة من جلي شعره سبل اذا نلاحظ هون سليم رجل سليم مجعد الشعر صافي مع امرأة من جلي شعره سبل صافي فكان الاولاد جميعهم مجعدي الشعر لا تبدو عليهم لاصابة نرمز للمجعد ام كبيري وللسبل ام صغيري يعني عمليا عبي قللنا المجعد هو يا شو سهل نمط الهجوني لكل من الصفتين نمط ويراثي الابوين والعراسيهما نمط ويراثي الاولاد وشكل كرياتنا الحمراء طيب بجل الحل انا طبعا الهجوني سنائي رجحان تام لصفة الشعر ورجحان مشترك لصفة شكل خضاب الدم لانه هون يا شو هاد مرض فقر الدم مرض نعم هذا المرض انه بيكون اشو رجحان مشترك فقر دم من جلي نمط ويراثي الابوين لاحظوا انه هذا مجعد ام كبيري ام كبيري اتش بي 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 ا وجود الاتش بي اه اتش بي اس اعطاني اشو اه خضاب دم نعم اه وسط انه موجود مشترك موجود الطرفين لا يظهر عليه علامات المرض لكنه اشو موجود في خضاب دمه فهذا اشو اه يحوي خضاب دم النوعين الطبيعي والمنجلي طبعا واشو الشعره كان مجعل جعل نكون هم طبعا اه هاي المسألة اه حلوها واجب عندكن نكون انتهى طبعا اه درسنا لهذا اليوم